موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل سأل بكم بانطباع منغا بوكون ويرو أكاديميا بعد انقطاع قم بنا ساي بكل ما تنيه الكلمة قم بنا ساي يعني بلا مبالغة تسع فصول كاملة مرت ما أدري الكاتب شك أنا بيسوفيها صراحة الحين بالمصر هذا توضحت أخيرا شي اللي هو كان يحاول يسويها وشي اللي كان بيوصلها ويربط الحدث ككل ولكن ستل حتى رغم اللي أظهره كله إلى الآن أنا مم مقتنع بالحدث هذا نهائيا صراحة يا جماعة والله مستوى بوكون ويرو أكاديميا في آخر تسع فصول كان مرة 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 سيئ أوكي يا حين الحمد لله في مصر هذا رجع الحماس أخيرا وربط بين كل الأحداث اللي مرت يعني من الحدث اللي أتوقف لعليه كان مرة 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 محبط يعني كنت متوقع شيء أسطوري وبعدين طلع شيء محبط جدا في مصل 168 ففي ذاك الوقت قلت خلاص معدي شيء بالكاتب ومن بعدها الكاتب دخل من الحلم مرة 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 يعني داول بعد الحماس الأسطوري اللي كان في الفصول اللي قبل فأنا آسف اللي وقفت عن الطباعات بس والله ما كنت مقدر أقدم الطباعات أنا شخصياً ما عارف أقدم الطباع ثلاث أربع دقائق وصار كذا صار كذا وكذا وبس سلام علي لا لازم أحلل وأعطي نظرية الشمالية ولكن هالمرة بقصب نفسي ورح يكون للأطباع مرة مرة قصير اللي ما أقدر أحل تستحف فصول في ساعة أو لساعة ونص على أحداث ما تستاهل صراحة ما أقدر أقرأ الفصل فصل فصل أنا آسف فتحملوني معليش باختصر للسالفة كلها ولكن قبل أن أحرم قبل كل شيء لازم أعيد أن أكد على جمهورنا الغالي الأسبوع القادم نحن لا رح نكون موجدين في دبي كوميكون يوم الخميس والجمعة والسبت القادم مو هذا اللي خمسة ستة سبعة أبريل وبرضو إذا ما لغلطان نفس الأسبوع ونفس الوكي اللي رح يرجع فيه إليبي بوكون وهيرو أكاديمي فلا تحرق على نفسك المنقا وانتظر الإليبي أفضل لك إذا لم تشفت المنقا وسكر الفيديو الآن أحسن لك وخلونا نبدأ للانطباع باختصار الشغلة اللي كانت صادمة جداً بالنسبة لي هو أيوما اللي يطلق الليزر من بطنة يعليك جاب إلى اللي يطل على غرفة ميدوريا وظلين أنه الجاسوس وخلاص وتحمسنا وكل شيء وضرح حطينا نظريات وفي الأخير طلع الولد معجب في ميدوريا جاب إيري أخيراً وجابان طلعوا من المستشفى وجابوها عندهم الأكاديمية وبيسوين احتفالية في الأكاديمية وش بنسوي في نوعية فصل حاول يرجع الحماس يبجاب لنا سلفة جنتل كريميلل هذا العدو الحالي اللي موجود بس ستيل ما في حماس والله ما في حماس أحاول أشوف اسمت الحماس ما فيه يعني درب ميدوريا على تقنيات جديدة ويفهمها ويبين لنا أنا مو بقعد أستخدم مئة بالمئة طول الوقت وبعد ذلك ما في حماس تطوير جديد لجهاز تطوير جديد من هذه البنت المجنونة اللي سيتسمها اللي تستخدم فريق السبورت حق ميدوريا وبرضو بريد بتحمس كل شيء والله يعني بلا مبلغة شباب ما أكذب عليك وكنت أشوفوا المنقا براوزنج أتصفح ما أدري يعني أتمنى أن الفصل الجاي يصير في شيء أسطوري يحمسني ويحفزني أرجع تابع المنقا بشكل يعني تحليلي تحليلي مرة أنا كنت قاعد أسوي براوزنج كذا أتصفح ما أقرح حتى كل الكلام يعني عشان أكون معكم صريح طبعاً أوكي كان فيه ربط قوي في سلفة الشاي اللي كانت تحبها مومو كونها من عائلة مرة مرة غنية كانت تحبلوها معايا من الشاي وهذا جنت الكريمينال لألا من محبين الشاي حط من ضمن خطته وهم يتسللون إلى الأكاديمية راح يمرون على المكان الشاي هذا يفتح في مكتب مكتب الصباح ويأخذ منه شاي ويوم تكلم بدوريا عن الشاي قال آه أنا عارف هذا الشاي يبعونه من المكان هنا جنت الكريمينال أخطأ وتكلم مع بدوريا وعلى طول بدوريا أعرف نفرة صوته وشاك فينا أنه تحليلي مثلي بدوريا هذا كله طبعاً الفصل اللي طاف انكشف كل شيء أيضاً يعني وحط لك على الاستيك إن جنت الكريمينال حالياً ما عنده خيار إلا لازم يتسلل أكاديمية الأبطال وفي نفس الوقت بدوريا لازم يملع تسللة لأن تسللة راح يخرب الاحتفاليين اللي بسوينها واللي رفاقها كله وبتعبوا عليها واللي إيري بتحبسة جداً لحضورها فأنا فاهم لأ حط شن الأشياء اللي على الاستيك على المحك ولكن لا المجرم هدفه بر بر قوي ولا البطل هدفه بر بر قوي مقارنة بستين مقارنة بشيسكا رئيس المافيا مقارنة بشيقراكين فيلن رينغو والله جنت الكريمينال هذا قسم منه أتمنى من كل قلبي إن الكاتب يقلع لي إن هذه الشخصية العدوحة لي الفلن فعلاً فعلاً يستحق اللي هم سواء نضيع عشر فصول كاملة عليه حتى الآن أتمنى من كل قلبي إن يضردش ولكن والله من يبقادر أملعب يا جماعة والله أنا آسف من يبقادر أتقبل هذه الشخصية نهائياً العدو هذه المرة مرة 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 لو كلاس بقارنة بالإقابة ممكن مع الحدث هذا غير كلامي ويقلع لي الكاتب إن هذا العدو قوي جداً واسطوري بس إذا فعلاً خلنا بدوري الحالة يهزمه بدون أي فزعة إن كان أخلاب بالطريق حتى الآن ما نرى أحد يبزع ما بدوري لو أي أحد تدخل بدوري في موقف خطر جداً لو خلأ أي أحد يدخل أو بلغ أي أحد إنه في أحد قاد يتسلل ووصل لهذا المستوى وليهذا القرب من أكاديمية الأبطال قادر أنهم يلغون الاحتفال بالكامل ظهار قدرة العدو حالياً الإلاستيك التمطط أو التمدد يعني مقارنة قريبة من قدرة هيسوكا في هانترك سانتر مقريبة من قدرة لوفي بس ما اختلف أنه يقدر يحول أي شيء يلبسه إلى مادة مطاطية سوى لبدوريا الترمبلين هذا اللي يقفز عليه طيرة في الهواء سوى لبدوريا الهواء اللي خلاه يشد بس لاحظ قوة هجوم بدوريا خلته يمتد بعد طيرة بعيد في نفس الوقت ترجع بدوريا استخدام بدوريا للتقنية الجديدة بالتطوير الجديد هاتسوني سوت له فعلاً جزئياً يتحكم بالإيربراشر وخليه يضرب ضرب طبيعية كيف هو نفسه جنتل كريميلل تفادى هجوم بدوريا وخلنا بدوريا يطير هذا الضرب الأخير رديم ما فهمته ولا صراحة أشكر معكم صريح بس بداية القتال حماسية لعلى المحق في القتال حالياً يأما أن جنتل كريميلل ينجح في التسلل إلى الأكاديمية وفي هذا الحال تلغي الاحتفالية اللي بدوريا وكل رفاقة معاولين عليها أنه راح ترفع من المعلوميات إيري وأنه راح يسوي شيء أسطوري جاهزي العازف يعني والله فعلاً كان فيه تفاصيل كثيرة عن بعض الشخصيات وشي اللي يحبون والذي تحب الغناء وهذه تحب الأدية المسيقية وهذه تحب ما دري إيش الشاهي بلا 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 وذن طبخه ما إلا ذلك وكيف أنهم سووا دانستيم والمنحرف منتها وش قاعد يسوي وهذا ش قاعد يسوي باكوكو وما إلا ذلك كل هذه الأشياء كانت جميلة ولكن مقارنة بالفصول الأسطورية حق حدث إصابة المافيا اللي الحين مرده ما شاب ممكن ممكن للي أنا قريت كل ذيك الفصول وراء بعض وهذا حيتولي أدخل بداية حدث بلا حدث فمتحمس أم يشوف وقاعد يعطني كل سبو خيمة أمل خيمة أمل ممكن أتمل منكم جمهورنا الغالي في الكومتر تكتبوا لي هل ألا الوحيد اللي وصدني خيمة أمل ولي أحداث مرة مرة كانت باردة في التسع فصول اللي طافت ولا الكلف على شفانة باردة والحدث حالية بوب بنفس قوة الأحداث اللي كابل أتملن الكاتب فعلا يورينا شيء من هذا جنتل كريميل يزيد من حماس الحدث وقوة يعني شخص واحد معاه هذه المساعدة حق قلت اللي ما ديش قاعد يتسوي بالضب وغير قاعد يتصور فكرة غبية هو مجرم بس أنه جنتل بنفس الوقت محترم وقاعد يسوي جرائم يشد انتباه الناس ما دخل بزهجي والله العظيم ما دخل بزهجي ولا تقبلت نهائيا مقارنة بالكريميل اللي قال يجيبهم من قبل هذا وضع مرة 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 سيئة شباب أتمنى من كل قلب أن قوة فعلا تظهر في الفصول القادمة والحماس يعود لبكله الأكاديم ممكن يكون هذا حدث مجرد عرضي هدف مننا لطور مدونية بشكل بسيط يورينا استعراض القوة مدونية كيف تطورت قبل الحدث الجاي القوي وارد أيضا واتمنى أن يكون زي كذا عساس هذا الشيء بيكون منطقي أكثر من كون أنه فعلا دخلنا أرك وأن هذا فعلا الأرك يستاهل ما لي بتقبل كريميل الجنت الكريميل هذا ما لي بتقبل ففعلا اللي على المحق زي ما قلت لكم مدونية يحاول يدافع عن الأكاديمية وعن الاحتفال ما يلغي الاحتفال لو فعلا مدونية بس يصرخ ويجيب الأساتي الخطة جنت وضيف شلت بالكامل إلا إذا كان فعلا الجنت اللي عنده القوة اللي يخترق اللي يداخل الـ UA بوجود معلم أو معلمين هذا بيكون صدمة بالنسبة لي ما قد أملا ننتظر الفصل القادم ونشوف الكاتب كيف يحور الحدث هذا ويجعل مرة مرة قوي أو مرة مرة حدث جانبي تكميلي تسريكي ما ديش يسميه صراحة الحدث كده نصل وصلنا لهاية الطباع للتسع فصول كاملة إلا لما ما نبقيت لصدق ذلك الكلمة اللي أنا بسيط في الطباع حق تسع فصول كاملة في هالمدة البسيطة هذه أقل من 10 دقائق رمع ساعة ما لي مصدق بس عشان تعرفون مدى استيائي من هذا الحدث من هذه الفصول اللي قاعد تنزل لعب إلى هذه الدرجة أنا مو متقبل اللي قاعد يصير صراحة في الختاب قوله ما يسمح لك الله ما بيحمدك أشهد أن لا إلا أنت استغفرك واتم إليك نتسول الاشتراك من القناة وبيطلع لك زرين وضغط على زر العجاب والشير ونشوفكم على خير اشتركوا في القناة